نسل الخير عليكم واشتراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انا الحمد لله نبدأ الفيديو دعنا دعنا نهار اليوم صليوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام والسلام انتم ما تشوفوا في الفيديو حبوباتي خليولي دركة جامعية ما تبخلونيش بالجام خليولي هاديك الجام وخليولي كومونتاغ يطلع المورا صدقوني والله هنفرح بلي كومونتاغ تعكم كي نقراها نقراها وانا فرحانا ربي يحفظكم شكرا لكم بزاف بزاف عدد دعم عد تعاليق شكرا شكرا ربي يخليكم لي ان شاء الله وكملوا الفيديو حتى الاخر ما تزعبي وجه حبوباتي روتين تعالت عنها بليوم هنا يبدأ لكم الفيديو من هذا المقطع تجينان كنت هدي عندها وقت وحبيت نشارككم هاد المقطع رحت عند خالتي وكانت عندها هاد القطة وشو نقولكم جينا ندارت معاها حالة ما خافتش منها خلاص بقيا غير تلعب معاها كي ما كم تشوفوا يالبناترا هو واضح اسم الانستاغرام تعي معاكم ما تنسوش توحو تضربو طلل تمام كي ما قلت لكم اراني معاكم يوميا بلي ستوري وكامل في الانستاغرام هاي انفعلوا الانستاغرام تاني روتينات امجانا فانسك وهنا يالبناترا واحو اه توفوا معايا هاد الوصفات فع المملحات اللي كنت درتها وشو نقولكم جات بنينة وجات العجينة خفيفة تهبل عندي اللي احنا يا لبنات حطيت في البيتخان اه اللي احنا كنت مزروبة درت كل شي يدور في البيتخان درتها ربع كيسان تاع الفارينا عندي مغرف اه تاع خميرة تاع الخبز مغرف تاع ماكلان مي مشي بومبي مشي مليانا عندي تاني مغرف تاع السكر الملح بيانسور مغرف صغيرة تاع الملح ونزيد معاهم يا لبنات نخلطوا هادو مع بعضا هم الساعة الملح وحطيت مغرف صغيرة تاع الخميرة تاع القعطو ولا مغرف تقهوة خميرة تاع القعطو ونزيد معاهم اربع كاس اه تقريبا نصف كاس هكا كتاع الزيت هكا وندعوا هاذي العجينات مع هادوك الزيت وندموها اللي بنت بل حليب يكون مدافع يعني تلمو العجينات عاكم سادي تقوني جي واحد العجينات خفيفة خفيفة وهشيشه هشيشه اه ما تصوروش كيف اه افغيمون اجيب منزف طريه واجيوا المملحات اذو كرعيين يعني اتقدوو تستعملوها في رمضان الانواع المملحات يعني عجينة هاي لفغيما عجنوها مليح بيديكم ولا سواء بالبيتخة انا خلط كل شي بالبيتخة بالنسبة للمشتركة اللي كان دايما نتقصيني على البيتخة نتقلت لبيتخة نتقلت لبيتخة نتقلت لها مارك بومان راني نعجن فيها مهم الكسرة تخصاتني قتلي اتكو تسات عجني فيها الكسرة ودك نقول لك وي نعجن فيها الكسرة كما تعرفون ندلها العجينة مرخوفة يعني ما نفرصيهاش وهدية يعني الحمد لله الساعة هديرة هي صادقة كما يقولوها عجنت كما نقول لكم العجينة تاعي ولا لميتها كما شتوا عاود جبتها عاودت لميتها بيدي زي تحطيتها تعجنت شوية واللي هنا كانت العجينة تاعي وجدة اننا راح نحطها خليتها اللي هنا في تاع البيتخة وغطيتها وخليتها تطلع يعني تخمر هذيك العجينة حتى تخمر راح تلع شوار تاعي درت حبها بصلة قليتها هذي بالنسبة لعفاخ اللي راح نديرها في هذي المملحات درت البصلة كما قمشتوا قليتها مليح هي والتوم واللي احنا كنزدت معاهم هذي البنات جاي جابو الزوج تاعي شغل مرقز مي موش محطوط في المصرانة تاعو هذيك شغل كما نقولو كما لا فيوندا شي ما هو في القهرة هو مرقز موش محطوط بك في المصرانة تاعو هذي هي بعد ما تقلعت لي هذيك البصلة والتوم ضفت عليهم هذك المرقز وخليتوا طاب بيا معاهم ورحت للعجينة تاعي شوفوك فاش لقيتها ما شاء الله خملت لي نديها نقسمها اللي هنة على خبيزات صغيرين يعني هنا يا انتي كل واحدة كيفاش تحب تحب لي دير خبزات طويلة مدورة كبيرة تحب تدير خبيزات صغيرين يعني كل واحدة كيفاش تحب تدير خبيزات حقا انا قسمتهم اللي هنة يبنت على السبعة تاع الخبيزات صغيرين جاوني سبعة خبيزات صغيرين دكتوفو كيفاش تديرتهم هنا نعود لوزهم هكا نقرقبهم على يدي ونحطهم ونغطيهم بالنيلو ونخليهم تاني يزيدوا يريحوا شوية يعني موقع عشر دقائق باتها هتلقاهم بدوا يخمروا معاكم ونبعدوا بدوا تخدموا بعد ديجا تلقاهم يقولكم ما تجوا تكملوهم كامل ديجا اللولة اللي قرقبتوها تلقاوها طلعت فالا هادي هي طلق نحكمل هنا العجلينة نحلها ميرقيقة بزاف شعرة ما ينخليوها خشينا تاني بسكورها يتطلع كي ما راكم تشوفوا كيفاش حليتها نجيب الفرماج ندهنو كامل في الوسط اللي هنا انا استعملت شيزي تستعملوا ايش تحبوا جاب زافة بني صراحة فيها انا شيزي يعجبني يعني يجبني لوغو تاعو طليت كامل خبزة تاعي بهذاك الفرماج بيان سيغ تاعي وتاع الزوج كنا حطينا فيها من الهريسة زت تمسحت بالهريسة زت حطيت هاداك المرقاز اللي كنا قليناه مع البصلة جاب زافة بني طلعت ريحته ومن في المملحة جارة صراحة حطيت كونت هيته وكنت قليت شوية تعليف خيط مش هي حاجة قليت شوية زجي حبيبات تبرك يعني كما كم تشوفوا راني نحط حبات تبك تعليف خيط مش حاجة قصيتها كمربعات صغار وحطيت فرماج غابي تعشيدار حطيت فرماج غابي ونقفل المملحة تاعي على شكل سوفلي انا ندرتهم هكا يا لبنات على شكل سوفلي كما كنتم احرار تقدروا تدلوها خبزة مدورة يعني تحلو وتحط الحجوة تعكم ونزيدو تغطيو من الفوقة انا درتها هكا على شكل سوفلي ولا كما راكم تشوفوا فيها باش تجيني في المقلة تاعي سواسوى يعني اذا كتوفوك نحطها في المقلة جيني سواسوى المقلة ديجا راهي تسخن حطيتها تسخن من قبل اه ثم اديرو مقلة ولا طاجين ولا شي اللي ما ما فين طيبو علي انا عندي هذيك المقلة عطا عدو فاس هادي دهنتها بشوية تعزيت انا هكا دهنتها بشوية تعزيت بيرسوى راهي سخونة كما قلت لكم ونحط المملحة تاعي والنار راهي قليلة بيرسوى ومن قويوش النار باش ما تتحرقناش باش طيبن العجينات عنا مليح على نار دليلة جوز تسخلكم مقلة بك احيطي طيبو معاكم مملحات كما قلت لكم وهادي العجينات حمار ودي وشو نقول لكم مشاء الله جات خفيفة خفيفة مي تقيلة مي معجنة جات فرق اه هاي لا يعني جات بغي مورو عجبتني اه شوفوا لي كيفاش حمارت حمرتها على اللي ديو كوتي تتحمرت هادا كل الكوتي هاداك اللي جاي من تحتها حمروها مليح وهذه هي المملحات عنا كانت ومجدها وشو نقول لكم انا عجبوني صراحة ده انا عجبتني العجينات راح نحتعملها في غمدان دليل مملحات وكامل جي هاي لا شوفوا لي الصندويتش داعي كيفاش جاو وعلا حمرتهم كامل جاو طريي من غيم ونعجينها جاو طريا طريا وهديك التبقى اللي من فوق هديك الحمارة شوية هكا تزقر مش شوفوا لي كيراني نقسم فيها تتقسم فاسي المون ومع الحشوة تاعة المرقاز وشو نقول لكم جات روفها جات بنا صراحة نولا شوفوا لي لداخل كيفا جات هادية ساهلين مهلي ما في اموالولي شاهيتها نقولها شاهيك في الجنة ان شاء الله حبيبتي ومبعد يا البنات نروحوا لهنا الكوتي التنظيف كنت درت تغيير في الكوذينا يا البنات راني ما زل ما شاركتكمش التغيير كيفاش رجعت الكوذينا شوال حبة حتى نكمل كلش كلش ومبارتاجي معاكم كلش فهمتوني كيفاش يعني خرجتها بشوي بشوي هنا يا كنت فرقت هذي كل خزانة تاعي كامل خرجت هذي المنظمة تاعي اللي فيها اللي نحط فيها مسحونة خسلتهم هنا كنت درت واحد الخلطة فيديو جاية ان شاء الله هم بارتاجيها معاكم واحد الخلطة بزيف هاي لا للتنظيف يعني اقتصادية وتتوالم اللي عندما كحساسية وكامل ودك رايعة يعني مدلكم والو واحنا شوفوا لي حالة كيفاش راهي مقلبها في الكوذينا شغل بدلت تاني بدلت بدلت كلش انا كانت معايا ماما يعطيها الصحة كانت جات عندي لقاتني بعد رايحة ندير هذي الخلطة هذي حق عاونتني اللي احنا شوفوا ديت البيت كلش فرقت الخزانة كلش ديته للبيت هادا البلاكاغ اللي عندي في الكوذينا تاني كي ما راكم تشوفوا فرقته راح نعاودوا بسكو كان في حالة ضغيموا هادا هو اللي كان مديرونجيني بسكو كان وش نقولكم مروي 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 صراحة ما عندي ما نقولكم فرقته وبهذيك الخلطة راني نمسح راني مديرا نشيفو وبهذيك الخلطة نمسح نضفتها كامل من داخل كين حواجي البناء تشوفوا لها في الكراطة اللي سيرفيسو كامل شغل اللي غالبكم تعرفوا معا نقول ومانيش طابلوا كامل يعني يكشتوني انا المرة هادي وراني الحمدولله استاليت في دار واحدة بشكو من قبل لكم شدوا كل عام عامين بدا العام عامين بدا لكا نقعد في دار عامين ونصراني مليحة الساعة هادي الحمدولله الحمدولله راني في هادا الدوية راح تنهرينه برضي ان شاء الله بالسكنة ليه والكل محتاج امين يا رب العالمين شوفوا لي كيفاش عاود نظمتها وراني نخلي يا لبنات حويجي اللي احنا في البوات تحوم باش كين نقل مرة خلف ميتكسروا ليش هادي هي شوفوا لي اللي احنا تنظيم كيفاش ولا درت هذو كل قراطة السلات حطت فيهم الحويجي اللي نحتاجهم في رمضان يعني درت كل شي يعني على طريق اليد باش دوكه ان شاء الله في رمضان نعني نستعمل لسيغبيس والحويجي التحليات وكامل حطيت كل شي على طريق اليد ومازالي الكوتي هادا تعد يوزيها ميتاش تاني اللي كان مروي هادا تاني فرستو فرستو كامل وبيانسو يغطيش وش نقولكم واش طيش هبطنا دو ساشيت على بوبال هادو كلي كبار اللي نقاها في هزدا ومنش نستعمل فيها وكامل كين نحواجولها بززب وكنش نستعمل فيهم لكي ديت عليا كلش طيش 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 تبع قليت من دمي الفنت كاتور واح اللي هنا رغوة بدل كلش طيش تكلش من قدشنا حاجة مش حتبك في الدار كين امورات لغالب لان ما يقدشيها دارهم هنا يا المهم لكي ديت عليا الشيلي ما نحتاجوش والشيلي قلقني وعلى هادية باش تبع مو ومبعد درت لها مسحة للكوزينا شوف وراني شوية نعتلكم كستالاتيو كيفا شوية لاث انشاء الله كينكمل كامل وش راح ندير راح نبارتاجي معاكم زيت فوت مسحة من هنا على البيت استانوا هادا تعيز صغير وهدي هي وحنا كنتكملت كل شي وصلنا نهاية لها فيديو قائدę الان كانت اعجبتكم ان تنسى وان يجايل من قسم الله في البعض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة